عشية عقادي قمة روما، وزراء التربية والتعليم والعلوم والبحث العلمي في فرنسا وألمانيا وإيطاليا واللكسنبور والبرتغال وأسبانيا وهولندا وقعوا على إعلان جعل أوروبا أساسية في مجال التكنولوجيا الرقمية قال في هذا المجال المفوض الأوروبي أندروس أنسيب من الصعب على دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي أن تمول منفريدة مشاريع الاتحاد الرقمية من المنطقي أن تتساعد الدول الأعضاء من أجل التصنيع والابتكار في المجالات الرقمية ومن أجل ابتكار الكمبيوترات العملاقة ذات القدرات الهائلة أكبر عشرة أجهزة كومبيوتر عالمية عملاقة ليست موجودة في الاتحاد الأوروبي لذلك يتم السعي لجعل الرقمية الأوروبية نموذجية وقوية وزيرة الدولة الإسبانية كارمين فيلا أثنت على المشروع الرقمي وقالت هناك دول تضع الكثير في ميزانياتها لأجل الرقمية في إطار الحفاظ على مصالحها لدينا المعرفة في أوروبا ويمكننا أن نجمع المؤهلات والقدرات من كل أنحاء الاتحاد سبع دول أوروبية تعهدت بالمباشرة بالمشروع فها هي أوروبا تعطي مثالا على السير بسرعتين قال روبرتو فيولا أحد الخبراء المعلوماتيين من الطبيعي أن توقع على المشروع الدول الأوروبية الأكثر استثمارا في مجال الرقمية دول أخرى مهتمة سوف تلتحق بالمشروع لاحقا مشاريع الرقمية في الاتحاد الأوروبي تدرس على هامش قمة روما شكرا